وحتى شيخ محمد أنهم لم يجدوا مدخلاً على شريعة الإسلام فهو الدليء يعني شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان وأيضاً دين عالمي فلم يجدوا مدخلاً لبث شبههم إلا من خلال التشكيك في مسائل الدين الحنيف لعلني شيخ محمد أيضاً نذكر بعض الأقوال التي يكثر ترديدها من هؤلاء حتى يتمكنوا من بث الشبهة والتشكيك في دين الإسلام من ذلك مقولتهم أن الإسلام دين الوسطية كيف نستطيع أن نفهم ذلك شيخ محمد الإسلام دين الوسطية عبارة صحيحة جميلة لها أدلتها وما حد يعني ينكر العبارة ولا يطعن في العبارة ولا يرد العبارة لكن كيف كان استعمال هذه الكلمة لكن كيف استعملت أو كيف استغلت استغلالاً سياً الإسلام دين الوسطية كيف استغلت لتمرير باطل لتمييع الحق كيف استغلت الإسلام دين الوسطية لقضية إذهاب أحكام وهز ثوابت شرعية كيف استغلت الإسلام دين الوسطية لتقديم مفاهيم مغلوطة معكوسة مقلوبة طيب ما معنى الوسط ما معنى أن هذه الأمة أمة وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطاً والخطاب أصلاً للصحابة نعم يعني خياراً عدولاً الوسط بين طرفين قيط جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس نعم الإسلام وسط في أشياء كثيرة بين نقضين أو ضدين باطلين نعم يعني أنت لو جئت مثلاً قلت يعني ماذا فعل اليهود في عيسى كرهوه أرادوا قتله ماذا فعل النصارى في عيسى أن لهوه عبدوه ماذا فعل المسلمون بعيسى واسط اعتقدوا أنه نبي الله فأحبوه ولم يعادوه ولكنهم ما رفعوا فوق منزلته وغلوا فيه وأن لهوه كما فعل النصارى شوف هذا الوسط لما تجي مثلاً في قضية معاملة يعني خليناً القضايا الاعتقادية مثلاً أشياء مالية ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بخيل ما تنفق ولا تبسطها كل البسط مسرف ولا تبالي لا ابتغي بين ذلك سبيله نعم والوسط في هذه الحالة الذي يقوم بالنفقات الواجبة والذي يتصدق والكريم والسخي ولكنه ليس مبذراً ينفق في الحرام ولا مسرفاً يتجاوز الحد في المباح والترمى الأطعمة والتهدر النعمة فإذن واضح ما هو ما هي قضية الوسط في هذا في علي رضي الله عنه نعم في ناس ألهوه صرفوا له أنواع من العبادة وفي ناس عادوه وأبغضوه وكرهوه طيب ونحن أهل السنة الوسط معروف ما هو موقفنا من علي رضي الله عنه في موالاته وعدم الغلوب فإذا تجي على قضايا كثيرة مثلاً حتى المحبة بعض الآن يقول بس يعبد الله بالمحبة طيب الشعائر ما يسوي يقول بس أنا بشعور قلبي أنا أعبده بالمحبة طيب إذا ما عندك خوف رجاء مع المحبة كيف تستقيم العبادة فإذا واضح يعني في قضاء القضاء والقدر مثلاً بعض الناس يقولون العبد يخلق فعله بنفسه والله ما يخلق أفعال العباد يعني صار عندنا خالقين بعدد الفاعلين يعني وإذا ذهبنا للطرف الآخر يقول العبد مجبور كالريشة في الهواء والساقط من أعلى إلى أسفل ومسكين لا حول له ولا قوة ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل هذا من أبيات الجبرية بالمناسبة الجبرية هم فأهل السنة يقولون العبد عنده إرادة ولذلك فهو مكلف محاسب لو ما عنده إرادة مكرى مجبور ما يحاسب الله ولا يكلف ولا يعقبه ولكن عنده أيضاً في هذا الشيء الذي يفعله قدر يحكمه وكل ما هو وأفعاله مخلوق لله تعالى والله خلقكما ما تعملون فإذن قضية أن الإسلام دين وسط صحيحة ما في شك الإسلام دين وسطية ما فيها شك لكن ماذا تقصدون أنتم يا أيها المستعملين لهذه الكلمة ماذا تريدون من وراء ذلك تكتشف أنهم يريدون تميع أشياء تشكيك في أشياء إلغاء أشياء الإسلام دين الوسطية والمسلم المتدين المتمسك بالدين المطبخ لشرع الله اسمه عندهم متطرف طيب وإذاك حتى تجد واحد يقول له يقول يعني أنت لا تصير يعني عصات الفجر في المسجد وماسك لي صيام اثنين وخميس وقيام ليل ومتشدد ولا تصير يعني قاتل ومدمن مخدرات خليك وسط يعني ممكن تصاحب لك وحدة وتسمع أغاني وتشتغل وتنتج يعني ويكون عندك اهتمام بالدراسة ووسط مع بعض العبادات طبعا فكلها صارت قضية الوسط عاد كل واحد يفصل على مزاجه وسط كانت هي الطرفة المحمية فاكتنفت بها الحوادث وحتى أصبحت طرفة فكان الوسط الوسط الشرعي عند الناس وسطا فاكتنفت به الحوادث حتى صار بعض الناس يرون الوسط تطرفا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر